سؤال التالي ما هو السبب في انقصار الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين؟ هل السبب اختلاف سرعة الضوء بين الوسطين؟ أم اختلاف وضوح الرؤية بين الوسطين؟ أم تركيب العين البشرية؟ أم جميع الإجابات صحية؟ طبعاً السبب في انقصار الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة هو نعم اختلاف سرعة الضوء بين الوسطين السؤال التالي أي من ما يلي يعد من تطبيقات استخدام أشعة الكسود أو أشعة المهبط هل هي أجهزة المايكرويف الخلايا الشمسية أجهزة التلفزيون والرادار أجهزة التبريد في المفاعل النوي طبعا أنبوبة أشعة الكسود استخدمناها في أجهزة التلفزيون والرادار الإجابة الصحيحة هي الإجابة C السؤال التالي الشكل التالي يمثل مصدرين A و B متفقين في الطور ويهتزان في نفس الوسط وينتجان موجات دائرية كما في الشكل مثل الظاهرة التي تحدث عند النقطة B النقطة B هي زي ما احنا شايفين اللي بيشير إليها في الرسم طبعا مفتاح الحل في أسفل هذا الرسم هو بيقول لي أن القمة بيشير إليها بالخط المتصل والقاع بيمثله الخط المتقطع النقطة B اللي موجودة عندنا هنا تنتج من طلاقي زي ما احنا شايفين كده خط متصل مع خط متصل آخر يعني تنتج من طلاقي قمة مع قمة وإحنا درسين وعارفين أن عند طلاقي قمة مع قمة بيكون هذا هو عبارة عن تداخل بناء بيطلق قمة وقمة ده تداخل بناء السؤال التالي عينة من عنصر مشاع عمر النصف لها سبع دقائق ما نسبة ما يتبقى من العينة بعد تمانية وعشرين دقيقة طبعا هنا في المسألة المعطيات المدهالي إن هو مديني فترة عمر النصف تي هاف سبع دقائق ومديني الزمن الكل اللي هو تي بتمانية وعشرين دقيقة وطالب مني إن أنا أحسب له النسبة المتبكية فطبعا أول حاجة هنقول القانون العدد الفترات بيساوي تي تقسيم التي هاف التي بتمانية وعشرين دقيقة تقسيم السبع يساوي أربع يبقى إحنا كده في خلال تمانية وعشرين دقيقة لهذا العنصر يحدث له أربع مرات عمر نصف يحدث له أربع مرات إنحلال طيب همثل المرات ديت بأسهم هنبتدي بالنسبة الكاملة اللي هي الواحد الصحيح طبعا نقسم على اثنين في المرة الأولى يبقى نص نقسم على اثنين في المرة التانية يبقى ربع نقسم على اثنين في المرة التالتة يبقى تم نقسم على اثنين في المرة الرابعة يبقى واحد على ستاشر يبقى الإجابة صحيحة النسبة المتبكية من هذا العنصر هكون واحد على ستاشر. سؤال التالي بيقول لي منوع الاهداف المتكونة عند النقاط سي و بي في الشكل اللازي يمثل تجربة شونج ذات الشقين. طبعا الشباب لما يجوا يقرنوا ما بين الشكلين هيحسوا ان الشكلين متطابقين ما فيش اي فرق فيهم. بس مفتاح الحل هنا موجود قدامي في الرسمة في الرقمين الصغيرين اللي موجودين تحت اتنين لامضة وواحد ونص لامضة. طبعا الواحد ونص والاتنين مزبوط. احنا عارفين من قانون التداخل البناء وقانون التداخل الهدام. قانون التداخل البناء الدلتا اس اللي هي فرق المصار بين مكتين بيساوي ان في لمضة الان عدد الهدب. خلاص? واللمضة الطولي الموجي. فهنا وانا فهنا لما يطلع الرقم كسر واحد ونص لمضة يبقى على طول دا تداخل هدام زي ما احنا درسنا قبل كده. ولما يطلع الان برقم صحيح اللي هو اتنين. يبقى دا تداخل البناء. يبقى اذا في الشكل اللي ازي امامي. تتكون عند النقطة بي غدبة مضيئة. وتتكون عند النقطة سي غدبة معتمة. يبقى الاجابة الصحيحة حتكون الاجابة رقم ايه? السؤال التالي. سؤال مهم جدا وشكله جديد. حاول ندرس السؤال كويس ونفكر فيه. بيقول لي استخدم اضوء احمر للتحقق من الزاوية الحارجة لمادتين بوكي وكما بالرسم. فاي من البيانات التالية يمكن ان يكون الطالب تحصل عليها. لو احنا جينا زي ما احنا شايفين كده اسقطنا ضوء احمر في وسط اسم الوسط بي وضوء احمر اسقطناه في وسط اسم الوسط كيو وحصل لده انكسار وحصل لده انكسار فهو عايز يشوف كده الزاوية الحارجة هنا هتكون قد ايه? عايزين يتحقق من الزاوية الحارجة. وبنان على التحقق من الزاوية الحارجة والمقارنة ما بينهم نعرف ايه المعلومة اللي ممكن نستفيد بها. فحنيجي نحس نشوف كده لما نيجي نرسم عمود في الوسط بي ونرسم عمود من نقطة السقوط على السطح الفاصل في النقطة كيو هنلاحز ان الزاوية الحارجة اللي هتتكون في بي هتكون اصغر من الزاوية الحارجة اللي هتتكون في الوسط كيو. طبعا احنا دارسين العلاقة بين الزاوية الحارجة وبين معامل الانكسار هي علاقة عكسية. يعني يبقى يعني المادة بي الزاوية الحارجة بتاعتها صغيرة فيكون معامل الانكسار لها كبير. المادة كيو الزاوية الحارجة بتاعتها كبيرة فيكون معامل الانكسار بتاعها صغير. يبقى الاجابة الصحيحة هل المادة بي لها معامل انكسار اعلى من المادة كيو ولا المادة بي لها معامل انكسار اقل من المادة كيو ولا طول الموجي للضوء الاحمر داخل المادة بي اكبر من الطول الموجي داخل المادة كيو ولا الضوء الاحمر ينتقل بنفس السرعة داخل كل من المادتين بي وكيو يبقى الاجابة الصحيحة طبعا المادة بي لها معامل انكسار اعلى طب وايه السبب في كده ان لها زاوية حرجة يبقى العلاقة ما بين الزاوية الحرجة ومعامل الانكسار علاقة عكسية السؤال التالي بيقول لي لديك موجتين صوتيتين F1 و F2 تتقاربان من أزن الإنسان وتكون موجة سالفة فإذا كان تردد الموجة الأولى 150 هرتز وتردد الثانية 180 هرتز يحسب تردد الضربة الجزء الثاني هل يوجد ضوضاء أم لا مع التعليل طيب هو كده بيسأني على تردد الضربة ومديني تردد الموجة الأولى وتردد الموجة الثانية نبتلك نحل ونقول الف بيت تردد الضربة بيساوي F1 ناقص F2 فهنقول هنا أن أنا عندي تردد الموجة 180 ناقص 150 هيكون الفرق ما بين الموجة في التردد بيساوي 30 هرتز هذه الجزء الأول الجزء الثاني هل يوجد ضوضاء أم لا طبعا إحنا خلاص اتفقنا أن لما يكون تردد الضربة رقم أكبر من 7 هرتز يبقى الأزن تسمع هذه الضربة على أنها ضوضاء أما إذا كان تردد الموجة أقل من 7 هرتز فإن الأزن تسمع هذه الضربة على أنها صوت طبيعي يبقى طبعا الإجابة نعم هذا الصوت يمثل ضوضاء التفسير ليه؟ لأنه إذا كان تردد الضربة أكبر من 7 هرتز تسمع الأزن الضربة على أنها ضوضاء طاقل السؤال الآخر ادرس الشكل جيدا ثم أجب عن الأسئلة أدنى السؤال الأول ما اسم الجهاز أعلى وما هي الكمية الفيزيائية التي يستخدمها التي يستخدم ليه قياسها طبعا أول ما نجي نشوف الرسم على طول هسمع كل الطلبة بتقولي الرسم ده بيمثل أنبوبة أشعة المهبط أو أنبوبة أشعة الكثب تمام؟ يبقى الأول حاجة الحاجة الثانية الكمية الفيزيائية التي يستخدمها فهو يستخدم فيه قياس النسبة بين شحنة الإلكترون وكتلته يبقى أنبوبة أشعة المهبط بتستخدم فيه قياس النسبة بين شحنة الإلكترون وكتلته اللي هي Q على M الجزء الآخر من السؤال بيقولي إلكترون بيتحرك بسرعة 5 في 10 أس 6 متر على الثانية عموديا على مجال مغناطيسي منتظم شدته 1 ضرب 10 أس سالب 2 تسلا ما مقدار القوى المؤثرة على الإلكترون علما بأن شحنة الإلكترون هي 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم طيب أول حاجة أطالب مني هنا أن أنا هسيب له القوى القهربية المؤثرة على الإلكترون فهنبتد نحل أول حاجة من قانون حساب سرعة الإلكترون إحنا عندنا V بتساوي E تقسيم B فنعدل القانون نخلي E بتساوي V ضرب B اللي هي سرعة الإلكترون ضرب شدة المجال المغناطيسي يبقى 5 في 10 أس 6 ضرب 1 في 10 أس سالب 2 يساوي 5 في 10 أس 4 نيوتن لكل كولوم أو نيوتن على الكولوم كده أنا جبت شدة المجال الكهربي طيب بعد ما جبت شدة المجال الكهربي هو طالب مني أن أنا أجيب له القوى القهربية المؤثرة طب بنجيبها إزاي القوى القهربية المؤثرة على الإلكترون طبعا القانون F E حيساوي الإي شدة المجال الكهربي مضروبة فيه الكيو اللي هي شحنة الإلكترون يبقى 5 في 10 أس 4 مضروبة في 1.6 في 10 أس سالب 19 فتكون إيجابة نهائية أن مجدور القوى المؤثرة على هذا الإلكترون 8 ضرب 10 أس سالب 15 نيوتن